الكاف أو صفحة الكاف أعلنت كهرباء هو هداف دوري أبطال إفريقيا مين اللي حصلوا على الجازة دي من النادي الأهلي؟ هو عبر التاريخ في 11 لاعب الأول للأرقام السنة دي كهرباء وبيتر شيلول وحمزة خابة مهاجم الرجاء وبرسيتاو برضو رقم 5 جايب 5 تجوان يعني كهرباء هو الهداف مسجل 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا في 11 لاعب على مدار تاريخ النادي الأهلي حصلوا على جايزة دوري أبطال أفريقيا من أكتر واحد أخذ جايزة الهداف كابتن الخطيب كابتن الخطيب خدا خمس مرات معرض الإحصائية هتلاقي سنة 1977 كابتن الخطيب أخذ الهداف جايب 4 تجوان 81 جايب 6 تجوان 82 ست تجوان 83 ست تجوان 87 خمس تجوان وكمان إيه؟ ده هما الجيل ده مظلوم إن البطولة كان عدد مطشطها أقل لأن ما كانش فيه دور مجموعات كانوا بالعبوا زهابوا ياب على طول فكان كل سنة بياخد الهداف بعد كده كابتن حسام حسن 99 ستة أهداف أحمد بلال أخذها سنة 2002 سبع أهداف محمد بركات أخذها سنة 2005 سبع أهداف محمد أبوتريكا سنة 2006 ثمان أهداف ومحمد شريف طبعا سنة 2021 ستة أهداف وكهرباء السنة دي ستة أهداف فدول 11 لاعب من لعبة النادي الأهلي أخذوا دورة أبطال أفريقيا بالمناسبة سنة 2017 برضو وليد سليمان كان متساوي مع أنيس البادري هدف الترجي بس أنيس البادري أخذها لأن الترجي هو اللي أخذ البطولة طيب كريم في حاجة تانية أستضافها في الأرقام دي لا لا في الأرقام اللي هي الترتيب معنا بقى اللي هو بتاع كهرباء وبيتر شيلول لو استعرضنا برضو للأرقام هتلاقي أن محمد كهرباء مسجل ستة أهداف السنة دي بيتر شيلول في سنداون ستة أهداف حمزة خابة خمس أهداف ودي جايزة الهداف اللي نزلتها صفحة الكافة الرسمية طبعا كهرباء هنا بيرد على كل الأقويل ده الحتة اللي احنا كنا بنتكلم فيها حتة الفينيش إن كهرباء من شهر يناير كان يعتبر صفقة جديدة يعني يعتبر من شهر يناير صفقة جديدة لا لما رجع ما هو لما رجع وشارك من يناير اعتبر صفقة جديدة ودخل وأخذ الدف دورة طال أفريق